موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها دراسة النساء العازبات أكثر سعادة من الرجال العازبين خلصت دراسة حديثة إلى أن النساء العازبات أكثر سعادة من الرجال العازبين وفق ما أشار إليه موقع جريدة الانديبندن البريطانية ووضحت الدراسة أن دخول المرأة في علاقة مع طرف آخر يتطلب منها جهدا عاطفيا وجسديا وفي الغالب مزيدا من العمل لتلبية متطلبات الرجال إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم جهاز حراري لرزد السرطان تمكن طلاب في جامعة كندية من ابتكار جهاز حراري يرزد السرطان بدقة متناهية من خلال قياس أدنى تغير في الاحتباس الحراري داخل الجسم وتعرض النتائج على أطباء للتشخيص واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية تعرفوا إلى أول باربي محجبة بعد مشاركة ابتهاج محمد في الألعاب الأمريكية الأولمبية في عام 2016 وإعلانها أول امرأة تشارك في هذه الألعاب مرتدية الحجاب أصبح الابتهاج اليوم لعبة الباربي الخاصة بها وهي أول باربي ترتدي حجابا منذ انطلاق هذه العلامة تجارية أي منذ ثمانية وخمسين عام ختما مشاهدين من صحيفة الاتحاد الإماراتي جيتس يخصص مائة مليون دولار لاكتشاف علاج للخرف يخطط الملياردير الأمريكي بيل جيتس المشارك في تأسيس شركة مايكروسوفت لاستثمار خمسين مليون دولار في صندوق اكتشاف مرض الخرف وهو صندوق لرأس المال يجمع بين جهود شركات للأدوية والحكومة لإيجاد علاج للمرض الذي يذهب بالعقل اشتركوا في القناة